الشمس في حسنها أشعاتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياها علينا ضحى تغذى النابات على ضوئها وينعم بالدفئ كل الورى فمن ذا براها وأعلى سماها وبث ضياها بوقت الضحى هو الخالق القادر الواحد فمن ذا له في الضحى ساجد بسم الله والحمد لله واحد لا من قلة وموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيء له 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 أهل طاعته إلى الصراط المستقيم وأباح أهل محبته جنات النعيم وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من لولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم وبلغ نبيه الكريم مشاهدنا الأكارم أينما كنتم في أرض الله الطيبة أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم أو في خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم متتبعي برنامج طح القناة أسعد كثيرا بخدمتكم أنا أختكم بالله كالعادة من اللحظة إلى غاية حدود منتصف أنها بمختلف أركاننا وفقراتنا التي اخترناها لكم لنهار اليوم حطات كثيرة سوف نقف عندها رفقة ضيوفنا الأكارم الذين ينوروننا كالعادة بحضورهم وبمعلوباتهم بالإضافة إلى مجموعة من الروبرتاجات يصهر على تقديمها وإعدادها لكم فريق الصحفي الخاص ببرنامج ضحاء القناة إذن قبل أن نبدأ في أولى فقراتنا أتعوكم جميعا للاستماع لهذا الورد اليومي من أذكار الصباح ولنعود بعد ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أمين يا رب العالمين أصبحنا أصبح الملك لله وحبه لك له الملك وله الحمد ولشيء قدير مشاهدنا الأكارم نجدد الترحب بكم أولى فقراتنا إن شاء الله لنهار اليوم أستاذ في رقم شفاء الروح لكن بعد هذا الفاصل القصير لألأت الشمس في حسنها أشعاتها مثل أبهاحلا تسير وتدعو إذن مع المشاهدنا الأكارم دعوني أرحب بالأستاذ بلال السويس صباح خير أستاذ ويومي قاعد موافق صباح أستاذ الله وصباح نور لكل مشاهد وصباحك في أسعاد بارك الله فيك أستاذ اليوم في رقم شفاء الروح ربما سوف نتحدث عن أصحاب درك الأسفل من النار سوف نتحدث عن المنافقين الذين نزلت صورة بك بأكملها في القرآن الكريم الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وله أما بعد هذا موضوع يعني يخاف منه كل من يسمعه أو من يتكلم فيه إذ لا يستطيع الإنسان أن يبرئ نفسه وأظنني والله أعلم أكون على صواب تقريبا أغلب الناس فيهم أو جل الناس أبعض حتى لا نظم فيه خصلة من خصال المنافقين صلى الله عز وجل أن يهدينا وأن يتوب علينا وما أجدر الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من النفاق فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من النفاق والشقاق ويذهب وراء حذيفة بن اليمان صاحب السر الرسول الله صلى الله وسلم ويقول له أذكرك رسول الله صلى الله وسلم أذكرني رسول الله صلى الله وسلم يعني من بين المنافقين فقد أصرر النبي صلى الله وسلم لحذيفة بن اليمان أسماء بعض المنافقين وهذا لأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه العظيمة أنه كان لا يواجه الناس ولا يفضح الناس لعل الإنسان يتوب ما دامت الروح في جسده ما دام يتنفس لعله يتوب وقد قال للصحابة يوما وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لعله يقول لا إله إلا الله في آخر حياته ولا يعلم الغيب إلا الله إلا من كتب الله عز وجل أو إلا من ذكر الله عز وجل لنبيه أنه يموت على الكفر وعلى النفاق هذا من بعض الغيب الذي قد أظهره لنبيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الله وعلى رأس هؤلاء الله عز وجل بن سلول عليه لعنة الله وعندما تتكلم عن الأدب وعن الأخلاق لابد أن تقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كافر وفي الغزوات وغيرها من المواقف أظهر نفاقه واتهم عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا الذي تهم عائشة رضي الله عنها وأفشى هذا في أواصط المنافقين والمؤمنين ومع ذلك لما مات هذا رأس المنافقين هذا يبطن الكفر يبطن الحقد للمسلمين صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه في قميسه حتى أنزل الله عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة برغم أنه كان ينافق نفاق نفاق عظيم أعتقادي نعم ومع ذلك قال لو أعلم أن الله يغفر لهم فوق السبعين لا استغفرت لهم نستفيد منه هذا نرجع إلى موضوعنا وكما أسلفت فقد أنزل الله عز وجل صورة كاملة تسمى صورة المنافقون صورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول لا رسول الله الله عز وجل قد كذبهم وذكر بعض صفاتهم في هذه الصورة وقد أنزلت صورة طويلة مدنية أيضا والصور التي تذكر فيها ونذكرها عارضا إذا قرأت في القرآن عن المنافقين فألم أن هذه الصورة مدنية لأن النفاق ظهر في المدينة لم يظهر في مكة كفار مسلمون وهناك ذكر الله عز وجل المؤمنين والكفار المؤمن هو الذي ظاهره مثل باطنه والكافر هو الذي يظهر العداء ويظهر الكفر وهذا أخف أظهر والمنافق الذي يبطن في قلبه ما لا يظهر على لسانه قد يظهر على لسانه قد يعجبك قوله قد يتكلم معك ما شاء الله تظن أنه يحبك فلما يخلو مع أصحابه ومع أصدقائه يظهر العكس يظهر مثالبك ومساوئك ويقول كذا وكذا كما ذكرها الله عز وجل ذكر الله عز وجل وأعلم أن الوقت لا يكفينا لدراسة هذا الموضوع دراسة معمقة وذكر الأحاديث والآيات نذكر مثلا في مطلع صورة البقرة الإنسان إذا قرأ الفاتحة يقرأ هذا قال الله عز وجل ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هؤلاء المؤمنون ثالث أصناف ذكرهما بعضهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون هؤلاء المؤمنون ثم ذكر الكافر الذي يظهر الكفر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشا ولهم عذاب عظيم ثم ذكر المنافقين هؤلاء ثلاثا ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ثم ذكر بعض صفاتهم في هذه الصورة وذكر وفضحهم في صورة طويلة تسمى صورة الثوبة بل سماها بعض أهل العلم المقشقشة الفاضحة التي تكشف نوايا هؤلاء المنافقين يعني ذكرهم بالتفصيل المنافقين ذكرهم وذكرهم في صورة النساء وذكرهم في الصورة التي ذكرناها وذكرهم في صورة الأحزاب يعني الصورة المدنية هي التي ذكرت المنافقين وخاصة في الغزو وغيرها قال الله عز وجل مثلا عن المنافقين في صورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ذكر بعض صفاتهم لو تسمحين نذكر بعض صفاتهم ولعلهم من بعض أسئلتك جزاك الله خير يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون هذه في صورة البقرة إن المنافقين يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ثم قال وإذا قاموا إلى الصلاة هذه في صورة النساء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا المنافق وقد استبقت الحديث قبل أن أفصل في نوعي النفاق هناك نفاق اعتقادي ونفاق عزيزي النفاق الأكبر هو الذي يبطن الكفر يحقد على المسلمين ولا يحب انتصاراتهم ويبغض السنة ويستهزئ بالمسلمين هذا نفاق اعتقادي يخرج من الملة النفاق العملي هو الذي يقع فيه كثير من المسلمين هو أنه في داخله وباطنه الإيمان بالله ورسوله ويحب انتصارات المسلمين ولكنه يفعل بعض أفعال المنافقين التي سنذكر منها بعضا منها ذكرنا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة هذه صفات المنافقين قد تكون في المسلم الحقيقي يحضر الإنسان يحضر المسلم من أن يقع في هذا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة أيضا من الصفات يراؤون الناس المراءات يعني يفعل الأفعال من أجل أن يراه الناس هذه صفة من صفات المنافقين قد يتصدق الإنسان من أجل أن يقال أنه جواد وقد يجاهد في سبيل الله من أجل أن يقال شجاع وجري وقد يصلي وقد يعلم الناس من أجل أن يقال عالم والحديث هذا حديث طويص صح مسلم لا نذكره أيضا لا يذكرون الله إلا قليلا المنافق لسانه ثقيل بذكر الله عز وجل إذا أراد أن يقرأ القرآن إذا فتح المصحف تجد قلبه منقبض لا يستطيع أن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى يحضر الإنسان هذا من وقع في هذا ومن وجد في نفسه مثل هذا لابد له أن يجاهد نفسه ويكثر من الاستغفار ويطيل السجود ويدعو الله عز وجل أن يرزقه قلبا خاشعا محبا وتلذذا بذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من صفات المنافقين لحن في القول وكثرة الحلف يعني يحلف بزاف يقسم بالله اتخذوا أيمانهم الأيمان هي الحلف كما نقوله يقسم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم قل هذا مسلم وإن يقول تسمع لقولهم ولكن كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون وقد ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيين آية المنافق ثلاث وفي رواية أربع نذكر منها إذا حدث كذب المنافق إذا حدث يكذب يكذبوهم في الحديث إذا عدى أخلى نعم وقد تجد كثير من المسلمين يكذبون في الحديث يكذب هذه صفة من صفات المنافقين هذه فيه خصلة من خصال المنافقين نفسه قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة يعني منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خا إذا حدث كذب وإذا أتمن خا مثلا تستأمينه على شيء يخونك ولا تكون الأمانة في المال وقتها في الآلة يخونه حديثا تأتمنه على أهلك تأتمنه على عرضك تأتمنه على أشياء فهو يخون الأمانة هذا منافق من صفات المنافقين النميمة نعم هو الذي يأخذ الحديث هذا فيه صفة من صفات المنافقين قد كانت فيهم هذه الأشياء يحبون أن تشيع الفاحشت في الذين آمنوا تجد قلوبهم شيء في قلبه يتكلم عليك ينقل حديثك إلى فلان وينقل حديثك إلى فلان هذه صفة من صفات المنافقين ما أقبحها من صفة والذي ينمم ويمشي ويأخذ الكلام من هذا ويدعوه عند ذاك ويفعل هذا هذا تجده ضعيف النفس قد لا يستطع أن يواجهك بشيء فهو يريد أن يصور أو يشوه صورتك عند الآخر لحسد في نفسه لغيرة قد تكون أفضل منه في شيء في أشياء قد لا تلقي لها بالا هو يلقي لها بالا حتى في لباسك حتى في سيارة طريقتك يحاول أن يشوه صورتك عند الناس لكن هذا فيه صفة من صفات المنافقين وإذا يعني كنت عهده بعهد يغضر بك وهذا معروف في القرآن ذكره الله عز وجل أظن الوقت دقيقتين وإذا خاصة ما فجر وهذه الطامة أيضا هذا لابد أن نقف عندها وقفة قصيرة إذا خاصة ما غدر أو فجر عفوا الفجر يعني من الفجار مثلا إنسان تكون معه ما شاء الله تكونوا ما شاء الله كذا يظهر لك الإنسان الحلو يهدر معك ما شاء الله يتكلم معك ما شاء الله صباح النور صباح الخير وشراك لا باسخو يا حبيبي ولكن عند عند اختلاف في شيء ينقلب ينقلب كأنه ينفجر هذا هو إذا خاصة مفعل مش ينقلب مش ينقلب عليك يبدأ يتكلم فيك تقول أشياء كان يكتب فيهم في الورقة ونتدرت كذا ونتدرت كذا ويسبك وفي اليوم الفلاني فعلت كذا ونتدرت لي كذا ويسبك سبحان الله كأنه كان يعني هذا الذي كنت معه في طيلة هذه السنين أو طيلة هذه المدة كان ما شاء الله لسانه يعني لا يتكلم إلا بخير فلما خاصمته واختلفت معه في الرأي مثلا يظهر كل هذا هذا أيضا من صفات منافقية تفكر لك الماضي والحاضر نعم بارك الله فيك أستاذ حديث معك شيء نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النفاق نحن نتكلم عن النفاق ولا يدري الإنسان ولا يبرئ نفسه قد تكون في خصلة أو خصال من النفاق بسأل الله عز وجل أن يتوب علينا آمين بارك الله فيك أستاذ تقل أصبر منكم إن شاء الله في إمن الله عز وجل إذن المشاهدين كان هذا أستاذنا الفاضل بلال سويسي تحدثنا عن النفاق وصفات المنافقين أما الآن نتعاوكم وصنبكم لهاكو اطلعنا سريعا على أحوال التقس مع زميلتنا أمال الصبري صباح الخير أمال صباح الخير زميلتي فيلا بن كردو تحية صباحية لأستاذ الفاضل بلال سويسي مشاهدين أينما كنتم وأينما حللتم نشرة جوية من خلال برنامج ونجد حلقنات بعد هذا الفاصل موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر نهار اليوم الأربعاء الخمس عشر جماد الأولى ألف واربعمائة واثنين واربعين هجري المواثق مشاهدين لثلاثين ديسمبر ألفين عشرين ميلادي البداية بالشرق الجزائري سطيف عنا بابتنا وكذا بسكرا حيث نسجل درجة الحرارة كتالي ثمانية في سطيف تصعى في بسكرا عشرة في باتنا وسبعتاشن درجة في عنابة تترجع درجات الحرارة في هذه المناطق ليلا لتتراوح ما بين درجة تحت الصفر في سطيف وثم درجات كأعلى مقياس في عنابة تحضر مصلحة الأرصادة الجوية مناطق الوسطة الجزائري من اضطراب جوي شديد الفعالية حيث نسجل درجة الحرارة كتالي 16 درجة في شلف وكذا تزيوزو 18 درجة في الجزائر و11 درجة في الندية تنخفض بطبيعة الحال درجات حرارة ليلا لتتراوح ما بين ثلث درجات كأدنى حد وعشر درجات كأعلى مقياس في الجزائري العاصمة في المقابل مناطق الغرب الجزائري ستكون هناك أمطار رعدية بحول الله مع وجود زخات من المطار مع احتمال الترعود لنسجل 21 درجة في المسان و17 في وهران 9 في سعيدة و16 في غيليزان تترجع درجات الحرارة ليلا في هذه المناطق لنسجل درجات الحرارة كتالي 1 في سعيدة كأدنى حد وتسعة في وهران كأعلى مقياس مع تساقط الأمطار ننتقل إلى مناطق الهضابة العليا هذه المناطق ستكون مشمسة مع وجود سماء صافية في هذه المناطق لنسجل درجات الحرارة كتالي 12 في تيارت وكذا عاما وورقلة وغردية 11 درجة في البيض و13 في الجلفة تترجع كذلك درجات الحرارة ليلا في هذه المناطق لنسجل درجات الحرارة كتالي 0 في البيض 1 في عاما 3 في تيارت و2 في الجلفة و4 في غردية المحطة الأخيرة في مناطق أقصى الجنوب هذه المناطق بحول الله ستكون مشمسة على العموم عاد تطاير بعض الرمال ووجود سماء صافية لنسجل 21 في تندوف 16 في أدرار 14 في بشار و18 في تامنة ستنخفض درجات الحرارة كذلك في هذه المناطق ليلة لنسجل درجات الحرارة كتالي درجتين في بشار 8 في تندوف 6 في أدرار 4 في تامنة وكذا إيليزي إذن كانت هذه درجات الحرارة المرتقبة لنهاري الأربعاء للملاحة والصيد البحري سرعة الرياح ستكون 29 كيلومتر في ساعة في السواحل الوسطى 25 كيلومتر في الساعة في السواحل الغربية و16 كيلومتر في الساعة في السواحل الشرقية إذن الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة لا تتعدى 29 كيلومتر في الساعة بالنسبة لشروق وغروب الشمس في الجزائر العاصمة وضواحيها الشروق كان على الساعة السابعة وثمانية وخمسون دقيقة أما الغروب سيكون على الساعة الخامسة وثمانية دقيقة هذا مشاهدنا والله أعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس أينما كنتم إذن شكرا لك زميلك أمال على هذه الإطلاق صباحية من خلال في فرص لاحقة بارك لو فيك إذن مشاهدنا مثل ما شاهدتم من خلال أحوال تقص الأجوار ستكون باردة على كافة ربوع الوطن إذن لمن أكرمهم الله من نسوش خوتنا ربما لنحتاجين المساعدات خصوصا في المناطق المعزولة نحاول أننا نتفكرهم بأبسط الأمور إذن المشاهدين مستمرين وإياكم إلى غير حدود منتصف النهار ندعوكم الآن لمشاهدة هذه الأرواحة المهمة التي تضعها دائما القناة القرآن الكريم تحت تصرفكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة داخل ازقة وحارات حي القصبة العتيقة يتواجد مسجد السفير العريق عراقة بنائه الذي ما يزال شامخا منذ خمسة عشرون هذا المسجد العتيق موجود في اعالي القصبة بالضبط في شارع الاخوة بشرة 32 شارع الاخوة بشرة ويعد هذا المسجد من اقدم المساجد الموجودة في القصبة حيث يعود بنائه الى سنة 1534 أي ما يقارب خمسمائة سنة يعد من اقدم المساجد في القصبة بناه صفر بن عبد الله وهذا صفر بن عبد الله في الحقيقة كان مسيحي ايطالي واعتنق الاسلام وحسن اسلامه وبأمر من خير الدين برباروس انذاك امره ببناء هذا المسجد فاستغرق بنائه كما يقول المؤرخون تسعة اشهر وقعت هذا الاسم بسفير يقال بان هذا صفر بن عبد الله عندما اسلم قال لهم اي شهر هذا الذي اسلمت فيه سألهم اي شهر هذا الذي اسلمت فيه فقالوا له هذا شهر صفر قال اذا اسمي صفر بن عبد الله صفر بن عبد الله اسمه الحقيقي الذي كان عنده لم يذكره المؤرخون وما يميز المكان هو وجود المقصورة وسط المسجد وهي من سيمات المذهب الحنفي المتبع انذاك حوالي قرنين اعيد ترميم هذا المسجد اعيد ترميمه من طرف حسن باشا في سنة 1766 اعيد ترميم هذا المسجد ودخلت عليه بعد التعديلات طفيفة يعني مثل هذه السدة وهذه السدة الصغيرة ويعد هذا المسجد انا ذاك مسجد حانفي مسجد حانفي بالدليل ان هذه السدة الصغيرة هذه كانت يعني السدة كانت مخصوصة للمؤدن يصعد عليها المؤدن ويقيم الصلاة وعندنا كذلك ومعروف ان بعد الصلاة يأتون بتلك الاذكار فيأتي المؤدن بتلك الاذكار فوق هذه السدة حتى هذه الصرايا التي ترونها صرايا كمسلوعة يعني في في ايطاليا وقد تعاقب على المسجد غلماء وفقهاء اجلاء منهم مصطفى بن خوجة ومحمد علي دواخ ممن ساهموا في نشر العلم الشرعي تلألأت الشمس في حسنها اشعاتها مثل ابها حلا تسير وتعل بجو السرع اذا مشاهدين الاكارم نشكر زميلتنا دلال ماضي يعني عرفتنا على مسجد هذا المسجد العتيق مسجد السفير مستمرين وإياكم إلى غاية حدود منتصف النهار وصلنا بكم الآن إلى الركن طهور الأسبوع الماضي كان بروفيسور سعيد اسماعيل تحدث عن السكر لدى الأطفال لكن الوقت كان دهم نوعا ما نقاط كثيرة سوف يحاول توضيحها للمشاهد الكريم لنهار اليوم لكن بعد هذا الفصل القصير سأت الشمس في حسنها أشعاتها مثل أبها حلا تسير وتعل بجو السماء إذن باسمكم جميع المشاهدين الأكارم دعوني أرحب البروفيسور سعيد اسماعيل سبع الخير البروفيسور ويومك سعيد إن شاء الله موفق شكرا سبع الخير سعيد بلقاك وبلقاء الجمهور إن شاء الله يكون وفيه إن شاء الله نجوزه حصة ممتعة ومفيدة خاصة إن شاء الله بارك الله بروفيسور بروفيسور مثلما أسلبت تدك للأصبر الماضي مع الزميلة تكلمته وزميلتي تحددته على السكري لدى الأطفال عرفته كيف الشي حتى يحكم السكري للطفل الصغير صنفته ربما كان نقاط حاولت وضحها النهار اليوم أكثر قبل ما نعرج للحلقة الثانية هذه الملخص للحلقة اللي فاتت هي أننا نلخصها في بعض الجمل اللي حبتي أولا في الحصة الماضية كان الناس ممكن ما كانش على بلهم بالكاين السكري عند الطفل لكن الآن بيّنت لهم ليس حالات شاذة أو استثنائية بل العكس الآن حالات حالات تقدر نقول لك يومية يومية يعني في التسعينيات كانت حالات شاذة الآن حالات حالات يومية ولت كما عادي ككل الأمراض ممكن أكثر ونبهت الناس بعطيت لهم حتى بعض الأرقام اللي رأنا الآن إذا كان نرهم سبعة أو تمانية مرض سكر في الجزائر إن قولوا حتى عشرة ثلث ملايين هم أطفال وهذا هذه الأولى النتيجة الثانية هو أن مرض السكر عند الأطفال هو مرض النوع الأول ما كاش النوع الثاني عند الأطفال يعني علاجه يكون الأول بالإبر بالإبر بالنسولين وما كاش نادرا هكذا في الكنفرانس فيداغوجيا نقولوا كائن في السيفر في عصر لكن لازم يقولوا تعاليبر والسلام خطرش المشكلة الثالثة هو أنه هذه ممكن ما ترقتلها شيء اللي فات هي درتها بالعاني كما يقولوا خطرش لما نتكلموا على المرض ما نبدوش نتكلموا على المشاكل وش رح يصرر لا نبدو على المرض وكذا والداواء نقطة بنقطة تدرجي لما نقول حتى كاين في الطب كاين دار وديبتاز ما شعف كش يقول وطروحات وطروحة اسموها الإدوكاسيون ديابيتك مش لديابات خلاص هذه المفروق منه الإدوكاسيون وهذا بينضباط مش هكذا برك بمراحل ما نجيش واحد أول مرة وهدرت عليها الجانب النفسي الصدمة النفسية لما نعطيه التشخيص للأولياء لأول مرة والجملة الثالثة تأسفت أنه ما نديروش التشخيص كأي واحد عادي لا نديروه في حالة استعجال في حالة استعجال معناتها الناس عمرهم ما تجيهم بلي ولادهم ديابيتك لو كان جا واحد كبير يقول كراني نشرب بزاف وتبول بزاف بالك يخمم بصحك كما عندوش الفكرة بلي كالطفل عندو ديابيت سيدة ويشرب بزاف ويتبول بزاف وخاصة يشيان بزاف بصحي يقولك نو وقيل ما ياكرش وقيل ما يرير وقيل ما يبول في الفراش كما يقولون الناس إذن أنت أسفون أن يجيوني في حالة إغماء معناتها التشخيص الأول في حالة كما سيدو سيدوزيك معناتها السكر طلع إلى سيدوزيك معناتها الكوما يقولون السيد عندو ديابيت إينوغيرال وانا قلت لهم البارح ممكن شوية معقدة بصح لغال ما كانش ديابيت إينوغيرال إينوغيرال معناتها هذا النهار السيد كان ديابيتي لابس بي عندو 14 أشناء لابس بي هذا النهار زعف تقلق تخلق تخلق لا سيفوه هذا غلطة غلطة ينحيوها يا لديولت يا لنفان هذا ديابيت اسميها كوما إينوغيرال الاستعجال هو هذك اليوم أما لديابيت مكتوب عليه لما كان في كرشي ما يعني كان يطور كان مبرمج لا لا كان مبرمج أعلش أنا عندي وليد جديد عندو الديابيت وليد جديد نوريسان شريحة الرضع شريحة خاصة ما قبل المراهقة هذا كامل السؤال اللي راح تقدر تقولي لي وعلش هذا نوريسان وعلش هذا هذه علامة استفهام ممكن واحد عندو احتياط الانسولين احتياط الانسولين احتياط الانسولين شغول واحد عندو شوية درام في البانكة كين يأكلهم في شهر كين يأكلهم في العام لما هذك الاحتياط الانسولين يبدأ المشاكل هذا يتفسر un peu لديكالاج حتى يكون ديابات حتى 60 سنة باش يدي الديابيت نو بدي يقول كو الله غير توفات لي يمه الله رحمه خرج لي الديابات نو وعلش الناس توفالو يمه بابه هذك المرضى اللي كان فيك اما اندوي مع انت هذك اللي دار الديابيت هذك ما كاش منها دونك حاجة صعيبة صعيبة انك تخمم على الديابيت عند هذي حالات نادرة على كل حال عند الوليد الجديد حالات نادرة نادرة لكن التشخيص باين التشخيص لما قد حكيين قواعد مشتركة على دوت نفس التشخيص نفس العلامات المهم لازم تخمم بالك السكر كايين عند الطف ولازم تولي ولهم العلامات نذكروا بهم مشاهد الرجل العلامات راني قلت لها لاتخوا بي والا الافرات في شرب الماء انا يقول الافرات خطرش ذوكا ننسى يقول لها ما ما معطي لي نشرب بعد ما معطي لي جغماء يقول لك ديه الطبيب واقي لعمت السكر لا مش جغماء يلهف كي شرب سيدي الليتر سيدي الليتر موش جغماء لو كنت حسب لكي شرب سيبو هذا يشرب بإفرات ولمما يشرب بإفرات تبول بإفرات والعلمات الخطيرة الخطيرة وهذه الآباء هما الأولياء هما اللي ينبهون انتي عندك طفل تعرفوا كيفاش مخدم أنا لكن جي لما يشوف وليده واوا سي يبان عليه ينقص بخمسة ربعة سبعة كيلو على بل كان أخير ثلاثين كيلو يحب بحر سبعان كيلو وشي بان وبعد يقول كاو ليا رقاق لي يحبط بصيفة في مدة قصيرة يقول لك والله غير صح عندو شهرين هما كاش هكذا عندو شهرين مش عندو عام ولا عميل في شهرين لكرب تحبط وما كاش عندو لسين تعل الجفاف سين جفاف لما يدير لكوماتيو لما يدير لكوماتيو يجي في حالة الجفاف لك هذه العلامات بصيفة بصيفة المتكرم الآن لما ربما الأم ليكون عندها مولود هكا يحدث لكي ما قلت يعني تغاش أو إغماء كيف تتعامل معه مولود مولود جديد لا مولود يعني طفل صغير وحد يتغاش واش يدير لا أنا ما نقول لهم لنناس يتغاش وش راح الديري بين واحد يتغاش يجيبوه السبيطر لك إجراءات أول السبيطر لا لك سي امبورط يتغاش لك يتغاش لك طح الإبيليبسي يجيبو السبيطر يتغاش لك أنا ماذا بيا أعطيت لهم رسالة أنا ماذا بيا ميجيوناش في حالة التغاش العلامة اللي كنت اهدرتها تنبيهات أن أروح أروح الاستعجات أروح الكنسيطر أنا ماذا بيا ندلك لدي بيستاج نقال لك زوج قرام ولا ندير لك 4 صباح في الكوما وعند 5 قرام ونبدأ وممكن يأدي إلى بعيد شاه اللي قلتهم وارواح أفخوا مش نون الكات د لالجنس علش جيو تهولوا الحالة وتهولوا روحكم أما أنا أنا نصحهم يشوفوا العلامات اللي يرنضلهم وارواح ندير لهم أنا أقول لك روحي روحي أنا ندير كل بيلان البيلان أنا أقول لك وأعطيك صحة كي ولاتيني خاصة خاصة إذا محيط تعال عائلي كان 1 ديابيتيك 2 ديابيتيك خاصة أيضا لما كانوا واحد من الأولياء ديراكت مع الأم أو الأب تحجب للطنت أو أختيك أو أختيك لا نبدأوا بالأب والأم وسقسات المنشطة الخطرة اللي فاتت لما يكونوا الأولياء في زوج ديابيتيك حتى 2 حتى 2 موش 1 المئوية أن الطفل يمرض ترتفع وهي رائحة وقلت له ما كاش 1 فامي يونجيغي لي ما عندهاش ديابيتيك من قريب أو من بعيد ما كاش شوف الموحد تسمعيش عكذا ديابيتيك ما كاش 1 فامي بخاتيك حتى إذا كان شوية بعيد بصحكين 1 ديابيتيك وإحنا لما نديروا الميلة نطرقوا إلى كل الجوانب هذا الآن العلاج لما قلت يرتكز إلى 3 محا 1 3 بي هذه الكاميرا لكي نحيلها روضة هذه طح واحدة منهم الأول هي لنسولين هذه لا نقاش فيها لا تتهربوا من لنسولين لا تروحوا تجيبوا للاعشاب لا تروحوا تديروا لما شعر تترقي ولا لا كش قولك كذلك كي سمي واسكاري فيك لا هذا هو الإنسولين هو الباس مهم تتعرف مثلا يقول سكر تعرف يقول تنسيون من الباديهيات أن الإنسولين نعتبدو عليها كعلاج لكن هناك هذا الرجيم وبعد نطرق إلى هذا الرجيم نعطي التعليق للرجيم و التالي نقول الاسبور لا نقول ذلك الاسبور كيف يقول الاسبور ذلك نقول الاسبور الفيزيك لا ما يقعد يرغط في الآخر ما يضرب التليفزيك مسوية هو يهرق كيف يقول يأكل الشيب الاسبور يجب أن يكون اكتف يجب أن يكون اكتف يجب أن يكون الاسبور لا يتسدد شيء يقول تحتاج سواء أطفال أو لا هذا يقول أنه لا نحن على الرجيم كل يوم يقول سواء في يجب أن يكون تدريجيا وساطية يقول بالعقل تحضر لا تشرب القز لا تشرب هذا لا تأكل هذا لا تأكل هذا يجب أن يكون تدريجيا ويقول الله غدرت الرجيم لا تأكل ما أنت يقول لي يقول يقول يجب أن تأكل هذا تкести الأضعام بالنسبة لكي يجب التطبيق ميزة ، يقولون، يجب أن تأكل الأضعام لأننا نحن نعطي بردول أصبح بردول الإيجابية تتعاون بالكامل المبارد يتعاون منعصبة العسل أو الحصد أو الطعام أم لا فرور المبارد فهم يحصل بشكل كامل حشك لا يشرب. يشرب لا يسكر كثيره فقليله حارم. نفس الشيء. عندك البيغمي الخضروات كل بكرعي كما نقولون الخضروات. لاني و اكل هاو من الدند و عندك انترميديار. انترميديار مع تاكل ما تكفرش. دونك كي تقول لنحالي كلش. هاو عطيت لك كلش في الخضروات كل على روحك. دونك هادا سي تخيز امبورطان. وبالدريج مع انتها السكرية هادوك باين هادوك الخضروات كل على روحك و بعد ديفوا هاكدا نغمضوا عينينا في البرسير تعطفل هادا كمهار ناخدوا الاحتياطا نزيدوه شوية لانسوين. لازم تكون راقابة خصوصا لما يكون تخصوصا. دونك هذي هي. حبيت قلت انو رمارك لا ديني افو ماذي قولي برك الوقت. دونك هادوك خطرات عامين ما يجيش السكر. يقولك برا. لا لا هذي يقولوه لا 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 هذي يقولوه لا لا لون دوميال. شهر 18 شهر عامي لا لون دوميال معتها ما كمع دو يقولوك برا. طبيب هاداك غلط. هي غير جيهونا انفكسيون تطلع. ماذا بي في نصد قيقة الى تطلع. نحبيش نكثر على الكمبيكات. عندك جملتين يقولوها في الطب. يقولوك يجبوه اعجي انجليسيمي لا بلي بخوش دو لا نعمال. لازم تكون تسببت السكر الاقرب الى التابعة الاقرب. خطرش من الموحال ان تكون تانيا. يقولوك تسببوك وشهر عامي. اللي رجيمة. يقولوه. سيبوه. رتاقدي. ناخرو الى مدة ابعدة لكم. ما كاله ندر لكم تعرفوهم. العينين. الكوكاسان تعل الرن. الكوكاسان تعل القلب. الكوكاسان. نص دقيقة. لما تقوله الشيخ واحدة عاربعين سنة. يقدير ادعي لكم تعرفوهم. العينين تشد طفل التعامين وقت الشيدي الموش مشاكل تنين وثلاثين سنة هذا هو الخصوصية على الطفل على ثلاثين سنة يجي وهدي جيل مشاكل تعلقين يعني فقط مبكر طمأن الناس لو كانوا يشوفوا الطبة تاحهم يكونوا منظبيطين إلا مالا السوك الحنا والله ما يخوفنا سيتانيطا كل واحد وش عنده سيتانيطا يتعامل عاه بكل طبيعية طبيعين دي بروفيسيون المدسين ديابيتيك دي سبورتيف ديابيتيك دونك ما لازمش واحد يتصدم لما يكون عنده طفل بارك لوفيك بروفيسور وإن شاء الله نتلاقوا الأسبوع المقبل بموضوع جديد بارك لوفيك إذن المشاهدين على كارم كان هذا بروفيسور سعيد اسماعيل مختص في طبو جراحة الأطفال تحدثنا عن السكر لدى الأطفال وكفية العلاج والوقاية منه بالدرجة الأولى أما الآن ندعوكم لمشاهدة هذا الروبروتاج حول التجارة الإلكترونية التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أسمام هو شكل من أشكال التسويق عبر الأنترنت يتضمن إنشاء مشاركة المحتوى على شبكة منصات التواصل من أجل تحقيق أهداف التسويق والعلامة التجارية محل أثر الثقة يعني عنده ميزة خاصة أنه هذه المهنة تعجدودنا نحن طورنا فيها طورنا فيها بفضل تجارة إلكترونية بفضل قدمنا أفكار جديدة في التسويق إلكتروني مثلا في تسويق إلكتروني هذا الشيء يعني اللي رأي يقدم لي بليس لبلادنا ويقدم قيمة موظافة لبلادنا يعتبر التواصل مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو جزء كبير من معادلة النجاح في التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي كبداية كانت تجارة كلاسيكية اللي نعرفها كامل كان لازم واحد يتنقل الماحل باش تكون معاملة تجارية جاءت تجارة إلكترونية اللي بدلت تكامل المقاييس وبدلت تكامل ولا كل شيء جديد فيها والليت المعاملة التجارية والليت أسهل والليت بفضل بفضل تجارة إلكترونية وبعد هذا الجائحة جاحت كوفيد 19 ولكن إقبال أكثر على التجارة الإلكترونية بسبب الحجر الصحي ولا الوقت التنقل ضيق بزيف ولا التنقل صحيح بزيف للزبائن بفضل تجارة إلكترونية أصبح التعامل أسهل وأسهل انتظر التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كونه خيارا إلى كونه ضرورة مطلقة فقد غيرت تلك المنصات التسويق تغييرا جدريا فانصرف انتباه المسوقين عن إعلانات الجرائد واللافتات الضخمة في الشوارع إلى التسويق الرقمي عبر الفيسبوك، التويتر والإنستغرام نتلقى اتصال ولا رسالة إلكترونية عبر صفحة محل أثى الثقة ولا عبر أرقام محل أثى الثقة نتأكد من الهوية المتصيلين وننسلوهم والتوصيل يكون مجاني من هذا محل أثى الثقة والدفع يكون عند التوصيل قالوا السلام عليكم أثى الثقة معك أخي تفضل وعليكم السلام وبركات الله مرحبا بك أخي مرحبا بك أخي 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 أتمنى المتتابعين بيعكم في القناة بيعكم في تيشبوك في اليوتيوب اللهي بارك أراكم أخي أخي ما شاء الله بارك الله فيك أخي كيف هو اليشقي ليك رو transm Stress كان مرحبا بك أخي 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 مرحبا بك أخي أخي اللهي بارك داخل اللاعف ليت League한다 السلام عليك على إجراء طوارات التوصيل سissors المن亲 flashlight النقر محل بانا ازجي شمبران سعى واسع غليا ماذبية كاتبورت خشل الجوزات كاتبورت فيها دمات سواسان تجي؟ اي 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 يا ازجي شمبران سعى واسع تشوي 56 مليون يصم بنقل و تركيم مجاني ثم من يعربين ولاية ماذا تصل بنا اخويا؟ من المسيلة اخوكم من المسيلة مال المسيلة؟ الله يبارك يا اخويا وانت تحتاجها؟ المذبية دمات كاتبورت ليوم راك واجد؟ ايه هذا الشيء اليوم نوصله على الكوية الجوزة كاتبورت هكذا مسيلة ضركة الوقت هكذا صح سعر معي احنا المعاملة تواعنا اغلبية الزبائن اللي عاملونا يكونوا ديجا استقبلوا شركات عندهم زيبون اخر شكر فينا ماركوتينج هومن تو هومن من انسان لانسان هذا الشيء اللي زد عامنا بفضل ايضا مواقع التواصل الاجتماعي قناة اتت الثيق الله بارك حاليا اكبر قناة مختصة في الموبل في الزاير هذا اللي نقدم اي بليس للمحتوى الجزائري ايضا على الانترنت بالنسبة للجودة احنا نأكدو سيرتو على رمبالاج سيرتو على الطريقة تاشحن تاشحن بيانسير في الديبوتة وعنا نشحنو وفق المعايير ايضا عدنا السيرفيس ابريفونت مام في حالة ما انو نرسلو حاجة ويصالها كاشعاط بولا مام عند الو كليون عدنا السيرفيس ابريفونت خدمة ما بعد البيع هذا الشيء اللي يضمن الو كليون بيانسير من بين الامور اللي تزيد تثيق الزابون والله احنا نسموه فرد من افراد عائلة اثاث ثيقة مثلا هي المسابقات يعني تحفز الو كليون باش فير اللي بارشتوانا في الريزو سوسيو التسويق عبر المنصات يعد طريقة رائعة ومميزة للوصول الى نجاح منقطع النظير مما يخلق لك عملاء مخلصين وكذلك للعالمات التجارية تلألأت الشمس في حسنها اشعاتها مثل ابها حسن مثل ما شاهدتم مشاهدين الاكارم كان هذا الريبرتاج يتمحور حول التجارة الالكترونية مثل اكثر في الموضوع رفقتنا اللي راح يكون حاضر معنا بعد هذا الفاصل القسير في ركن لامنكم شاءت الشمس في حسنها اشعاتها مثل ابها حلا تسير وتعلم اذا باسمكم جميع المشاهدين الاكارم ينزلوا علينا ضيفا في هذا الصباح المبارك السيد بلعباس حمزة الامين المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك صباح الخير سيدي شكرا لحضارك معنا شكرا لكم اهلا وسهلا وشكرا على الدعوة بارك لو فيك استاذ بيما اليوم حين تكلموا المتعودين نسمع انه التجارة بكريكات كلاسيكية نوعا ما دخلت عليها نوعا من التعديلات نسألنا نسمع تجارة الالكترونية معتمدة كثير في العديد منها والواقع التجارة الجزائرية نتكلموا في البداية عن واقع التجارة الالكترونية في الجزائر صحيح في الحقيقة هذه نوع من هذه التجارة هذه رأي فرضت نفسها بقوة خاصة خاصة هذه الجائحة الجزائر رأي متأخرة كثير كثير رأي متأخرين في هذا المجال هذا خاصة فيما يخص مقارنة تنبع مع الدول المتقدمة وإن هذه النوع من التجارة رأي ضخ يعني تريليونات دولارات يعني حجم المبادلات المالية في هذا النوع من التجارة الجزائر لم تكشف على قانون ينظم هذا النوع من التجارة إلا في عشر مايه الفين وثمانتاش يعني وين دارت قانون خمستاش سفر ثمانية الخاص المتعلق بالتجارة الإلكترونية أين حددت المعالم والأسس لتنظم هذا النوع من التجارة أصبح هناك قانون يضبط قانون يضبط بعد الفوضى التي كانت سائدة خاصة وين الانتشار والتوسع الكبير لشهداته يعني الانتشار الكبير تاعة الهواتف النقالة الانترنت الوصول الذي أراه تقريبا يغطي كل ربوع الوطن دونك فرضت نفسها بقوة ما خلى المشرع أنه لازم يضبط هذا الناشاط هذا ويحفظ خاصة خاصة حقوق المستهلكين في هذا المجال دونك القانون جاء مفصل ويعني مد الحقوق والواجبات على كل طرف بما فيه الموارد الإلكتروني وين لازم عليه أنه يكون عنده سجل تجاري خاص بالتجارة الإلكترونية يعني من الأولى الشروط هي أنه الواحد يكون عنده سجل تجاري خاص بارك الله فيك دونك احنا رانا نشوفه هنا في الجزائر احنا عندنا تجارة وكين محلات عندها سجلات تجارية محلات قارة والدير ترويج تحها السلع تحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو لا دونك لكن التجارة الإلكترونية غير ذلك تماما عندها أساس خاصة عندها لازم قلت لك سجل تجاري خاص لازم يكون عنده لا كارت فسكال لازم يكون عنده لسيت موقع إلكتروني بال.com.dz لازم يدير عنده واحد الميكانيزمات خاصة لازم يوفرهم للمستهلكين باش يحفظ حقوقهم مثلا لازم السلعة لازم تكون مثلا لازم يعطي كالمواصفة تتاحها لازم عقد يندار بين المستهلكين وهذا المورد لازم يوضح قبل عملية الشراء مواصفات المبيانات الكاملة تحهد المنتوج هذا دونك في حالة ما إذا صرى خلل ولا مثلا بطال وفي سلم تانيك لازم لها كين أساس كيف يعني يتم حتى تحهد المستهلك عنده أورا بيا عنده كيفاش مثلا إذا حصر فيها مشكل مثلا أو عيب في البيضاء أو في السلعة كيف يتم استرجاحها على عاتق المورد ولازم الأجال المحددة القانون يمنع ويقدر حتى يعاقب المورد في حالة ما إذا أخلم بعدد كبير من الشروط اللازم توفرها مثل مثلا كين قائمة من المنتجات الممنوع تداولها عبر الموسائط الاجتماعي مثل المواد الصيدلانية مثل الأجهزة الحساسة مثل الأجهزة التي تمس بالأمن العمومي وتخل بالنظام العام كذلك بالنسبة للمشروبات الكحولية مثل هذه الأمور بالأسف سامحني أستاذ ربما أثرت النقطة ربما لكثير من المتعامل الاقتصادين ولو يروجوا مثل هذه المنتجات من خلال المؤثرين هذا اللي نشوفهم ربما في اليوتيوب والناس اللي أثروا يعني يطلقهم مقابل مادي من أجل الترويج صحيح علش تكلمتلك أنه كين فرق بين التجارة الإلكترونية المقننة وكين الانفورمال حتى في التجارة الإلكترونية أصبح كل من هب ودب يعني اللي يكون عنده محل ومعروف وعنده سجيل تجاري هذا نقدرون نضبطه يعني سهل أعوان الرقابة يروحوا ليها عنده دجا دوريات رقابة وفي حالة النزاع نقدروا إحنا كمنظمة يجوعدنا مثلا في حالة النزاع نقدرون ندخلوا فاصل ونرجعوا للحقوق لأهلها لكن أنتكلم لك على بعض الصفحات المجهولة بعض المواقع اللي ما عندهاش يعني ما عندهاش مصدر ما نعرفوه كون هو في التجارة الإلكترونية لازم يكون معروف لازم يشهر رقم سجيل تجاري لازم يشهر العنوان تاعه الاجتماعي لازم يشهر رقم التليفون يعني تاعه يعطي الأسس والوسائل كيف يتم التعرف على يعني الموقع تاعه هذا هو ويعطي كل لازم قبل عمل تشير يمد كل مواصفة المنتوج كيف في حالة نزاع كيف يتم حال نزاع هذون معلومات حق المستهلك في الإعلام باش نعطوله حماية أكبر لأن وش رويسر يعني في الواقع حقيقة هي فوضى ما زال ما وصلناش للأسف إلى التجارة الإلكترونية حعفون التجارة الإلكترونية اللي رانا ننجد لها دونك نتلقى العديد من الشاكة والمنظمة راية تتلقى عديد شاكة ويوميا بطبيعة الحال دفوا وين ما نقدروش ندخلو لأنه لأنه كيشغلت واحد شراملين فورمال دونك كما يقولو المستهلك هو اللي داروحوا للهوية عن جهل دفوا وين ما يعرفش القوانين دفوا وهذا دورنا اللي رانا نقومو فيه بطريقة دورية باش نواجه المستهلكين ما يروحوش الوسائط الغير معروفة لأنه يقدر هدك صاحب الموقع غير معروف قادر مثلا يبيع سيلاء ومعد يغلق الموقع تاهم ما يقوليش كين ومعد يغلق الموقع وهاكا صارت سامحني هكا الزميلة معنا صارت لها نفس الحديثة أخذت سانون المنزل تكلمت مع السيدة بعضت لها من ولاية يعني أخت أخرى تكلمت لها ولمما يعني جابتوا ما كاش بنفس المواصفات اللي شافتهم لما حاولت أنها تواصل معها حتى لما رجعت للمحادثة يعني ما لقاتش لقات كل شيء تمحها لقات السيد مغلق ما عرفتش كيفاش تصرف وهذا هو المشكلة قلت لك ران أنت لقاو شكاوية عديدة وهذا من هذا المنبر يعني ندعو المستهلكين أنهم يردوا بالهم كثير يعني في هذا المجال لازم يتعلموا منين يشرو لازم كين نورمال مو بطاقية تعلموا الريدين بطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين يعني نورمال مو يكون مسجل في سجل تجاري ويكون هذه البطاقية لتشهر عليها وزارة التجارة دونك احنا كمبادرة من المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد أفوس درنا دعوة إلى كل هذي لسيت هذو اللي رام يبيعوا ولا الموردين الإلكترونيين باش يتربوا لها لنا لإقتعهم بدورنا احنا درنا قائمة تاعة الموردين أو الموردين الإلكترونيين يعني طبقا للمواصفات ولا للتشريعات المعمول بها وللأسف قدمنا قريبا مئة طالب يعني الالتحاق بالمنظمة ومتلاقينا غير ربعة ربعة موردين لمعروفين في الساحة الجزائرية ورانا نتعاملوا معهم يعني رانا نستقبلوا شكوى نحولهم لهم وجنيرال مون يعني يتم فض النزاع بطريقة ودية لكن يعني هي جميلة هذه التجارة لكن على الأقل من تشوفوش أنه بالإضافة هذا لابد أن يكونها كمقر ربما من تقترحتوش هذه الفكرة ربما يكون عندهم مقر يعني على الأقل لما يروح يشكي الواحد ولا يعرف المكتب بطبيعة الحال هو كيدير سيجيل تجاري هو لازم يدير العلوان الاجتماعي يدير يعني شوفي التجارة أنا تحدث عنها ليسي هذو الأجانب يعني اللي يكونوا مش جزائري يكونوا في الخارج في الخارج في الخارج هي في الحقيقة نورمال مون حنا نتكلم عن تجارة الإلكترونية هنا في الجزائر يعني في الجزائر الآن ليكون جنيرال مون كان هذا النوع من التجارة لكن يقوموا بها وكلا جنيرال مون يكونوا دفواوين رسميين دفواوين يكونوا غير رسميين يقتنوا المنتجات تحمى من الخارج وشفنا بلي كين بعض العراقيل كين بعض التأخيرات في وصول الطرود يعني الأمور مش مضبوطة تمام يعني في هذا المجال لهذا مليح يعني بون دفواوين يكون من أجل حماية المنتوج الوطني ما دفواوين المستهلك يكون عنده نلقى ورحنا أنه المنتوج الوطني دفوا ما يوصلش لما يرتائيه يعني المستهلك مليح نفتح المجال للمنافسة على الأقل حتى المنتجات الجزائرية تصبح منافسة وتتطلع من الجودة تحى وهذا كامل وتنقص في سعر تحى وهذا كامل في منفعات المستهلك الجزائري الآن أستاذ نرجع المواطن كيفش يحمي نفسه ربما أنه يقع ويحط نفسه مثل هذه الأمور شوفوا المغرايات راهي كثيرة وكما يقولوا الوضع الحالي شغل تطر للمستهلك أنه يروح لهذا النوع من التجارة الإلكترونية خاصة في هذه الجائحة وينحتجنا كثير لهذا النوع من التجارة بدنا نبحثه لكن للأسف ما زلنا متأخرين كثير لأنه بيانسور كنا طحنا في هذه غلق المحلات وينطلبنا من المواطنين أنهم يروحوا يتجمعوا في المحلات وشفتي وش صرا بمجرد فتح المحلات الناس قاعدها بيت خاصة في الأعياد والمناسبات وكذا لذلك لقنا رحنا في حاجة ملحة وأصبحت التجارة الإلكترونية يعني مسألة حياة أو موت أو مرض الناس يعني لكن للأسف ما وصلنا لهذا النبو هذا حتى في غياب السيولة اللي شفناها كثير الدفع الإلكتروني كان قادر ينقص بزاف مشاكل ينقص ضغط على مراكز البارد متعاملوا شغل بالكاش للأسف مزلنا حتى التجارة الإلكترونية اللي كان في الجزائر هنا يعني القلة القليلة حتى يوصل لك الأخر بيش تطيلوا الكاش وهذا يعني رأنا متأخرين كثير كثير في مجال الدفع الإلكتروني شفنا مبادارات أخيرة من طرف بريد الجزائر وبعض البونوك يعني بصاب هذا دفع الإلكتروني بطريقة مجانية رأيت درنا حتى حمالات درنا حمالة توعية للتجار باش يديروا هذا حتى بعد التجار المركات الكبرى عندك تخلص ضريبة يتخلص نقدا عندك غارة مالية تخلص صحيح صحيح لأنه هذه دخلة في التحفيزات التي درتها حتى جاءت في القانون أنه تحفيزات للمورد الإلكتروني لدير هذا الدفع الإلكتروني ولا تجارة الإلكترونية بدأت نسبة تجارة صحيح وهذا كامل تجار الدفع الإلكتروني للمستهلكين يعني لازم على المتعامل الاقتصادي يدخل عنده الحال يجب يكون عنده وسيلة الدفع الإلكتروني ونقدر مثلا إذا كان كايين اكتظاث في مركز البريد ولا ما لقيت سيولة نقدر نقضيح مستلزمات خاصة ضرورية منها بلا كارت ستانتو حتى البنوك لازم تساير هذا النوع من التجارة البنوك ما زالت ثانيك ما زالت متأخرة كثيرا للأسف حتى أنك تتبع باش تتبع مثلا ركشريت بالبيطاقة باش تشوف الوصول بتاعك لازم تتنقل حتى البنك باش تشوف الريلوفي يعني وهذا عكس عكس البريد الجزائر اللي غير كتدير تعاملات يجيك أسماس يورينك دونك باش تتابع وش صرفت وش دونك مازلنا مازلنا متأخرين للأسف إن شاء الله إن شاء الله يكون كين متعاملين يدخلوا هذا النوع من التجارة إن شاء الله يتبنوا هذا النمط من التجارة لأنه حقيقة أصبح يفرض نفسه بقوة يسهل عملية اقتناء يعني المستلزامات حتى في الوسائل التواصل الاجتماعي طبعا تقولي يعرض سلع تقوله شحل تسوى السعر فقط طلب السعر يقولك رواح بريفي يعني هذا منافسة كيف يكون في طريقة قانونية كالي يقولك عن طريقة عند الاستلام كالي يقولك تبعث عن طريقة صحيحة قانونيا قانونيا نورمال ما في القانون يتفهم يتفهم بين الزابون وبين المورد لكن نورمال ما تندير بالطريقة الالكترونية عنده بطاقة يدخل يشوف السلعة لعجبا وكاين يعني الأسس أو القانين القوانين اللي تحميه لأنه يقدر يسترجع النقود بقوة القانون ما يخاف ما حتى يدفع الالكترونيا يجيب ويقدر يسترجع في حالة تأخر استلام أو مثلا ظهور عيب أو خدمة ما بعد البيع كلها قوانين في هذا المجل لكن نتكلم على التجارة الإلكترونية الغير رسمية أو هذه التي نشوف فيها نكون نقدا بارك بارك الله فيك أستاذ بلعباس حمزة نورتنا اليوم على كل ما تفضلت به من معلومات لمشاهد الكريم تلقى إن شاء الله في فرص لاحق بإذن الله إن شاء الله شكرا لك إذن مشاهدين كان هذا سيد بلعباس حمزة الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك تكلمنا عن التجارة الإلكترونية أو واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر أما الآن نحاول هل يتدخر أو تتدخر الأسر الجزائرية القليل من راتبهم الشهري في هذا الاستطاع ولا نعود بعد ذلك تكفير تكفير كما نقول هي التقشو التقشو يتقشو وما كان يناحيها على المؤسس لكن الواقع عكس ذلك سيد السورة عنده زراري مسكين ما يقدرش يشري لهم يشري الواعد ما يقدرش ليه هو يتح له مرض ما كش كيف صرف بعقلانية هذه هي ما يقدر يخبي ضرام من خمسة من الفوق ما يقدرش كذا عطي لك ثلثة من ما تدري بها وان في الوقت الذي كان عوامل من الرتب الشهري تاعه الدخل الشهري كان الأطفال العائلة تاعه وكان الفكر كان التصرف احنا بكري كنت كلنا يمانة تعالونا ندير تشحيحها عشاك يقعد بالك في ذلك الانفلوب خصاتك حاجة ترحي تجري لها وكان واحد يقول لك نخلص عشر ما يكفيوني وكان يعطوني خمسة ما يكفيوني تعجل الخمسة تباعد تخدم غرزة وكان يكفيوني سببه القناعة يجيب قليل وياكل قليل ويدا السقليل وكالي يجيب ياسر ويخصر ياسر وميدا سوال إذن مشاهدين العائلة كارم عدنا إليكم من جديد كان هذا صبر أراء واستطلاع تحدث فيه المواطن الجزائري عن هل يدخل القليل من راتبهم الشهر سنفصل أكثر في الموضوع مع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن بن يمين لكن بعد هذا الفصل القصير إذن باسمكم جميع المشاهدين الأكارم دعوني أرحب الدكتور عبد الرحمة بن يمين سببا الخير دكتور ويوم حسن وفق إن شاء الله والله أرى بلك شكراً على التسمية لكن أنا أحترم كل الدكات يرى دائماً وسامحوني على التصويب أن خبير ومشي دكتور يعني هذه الدكتور راه وعالم ويعرفوها أصحابها ورب يبارك فيهم إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمي يبارك فيك أنت أيضاً ربما يتكلموا إن شاء الله عن الإدخار أصحاب شيء هو أنه يوصل للإنسان نهاية الشهر يروح يطلب يعني هكذا من شخص آخر ويتسلب من عنده بعض الأموال يوم حين ربما نرشد المشاهدة الكريم كيف أن يعني يدخلوا القليل من راتبنا الشهر إن شاء الله يا ربي أولاً شكراً على الدعوة وشكراً على هذا الموضوع هذا الموضوع هو أساسي بالنسبة للشخص وأساسي بالنسبة للبلاد لكن اليوم راح نتكلم على الشخص وباش نقول بلح نبسط الأدوات لأنه حتى الناس اللي متخصين في المالية رمامش عارفين يتدخرون وفي الحق السبب بسيط ومركب لماذا؟ سؤال يطرح باش يبدأ الإنسان يجاوب عليه هل نصرف ونتدخر اللي يفضل ولا ندخر ونصرف باللي يفضل ندخر ونصرف اللي يفضل هي بس كونت سنة تصرف وتدخر وتدخر اللي يفضل أك ما راحش تدخر نعطيك عشرة تصرفي عشرة نعطيك زود تصرفي عزود علاش كما يقولوا باللغة الفرنسية أشاكنسة برجوازي والإنسان بطبيعته راح يمشي للبروجية والترفه يحاوس على الراحة وبالتالي يكون تحطوا كل هذه القيمة المالية راح يصرفها وبالتالي لما يجي لك ابنك وليجي لك أي واحد يقول لك حبيت نشريها هذه لو كان يسمع منك جملة يعرف بلي عندك سياسة تدخر وإلا ما سمحاش ما يفهمش لكن بالزمن يفهم يقول لك أنا حاب نشري هذا الفازات سوى دوميل دينار تقولوا السنة لو ذامي نعطيك كدر معناها معناها رك تدخر لكن تكون تقولوا والله ما لابا لي ممكن إيه ممكن لا لا معناها رك خار نرجع للنقطة تعليش اللي الدخار مهم لأنه انطلقتي من سؤال هو لما يجي نهاية الشهر ما عندك شوش تصرف سفيون فنت كنت هذاك اللي الدخار هو اللي نحيته وحبست في عشر أيام لا لهذا ليعتبر الدخار إذن مباشرة بعد القرار تأني ندخر مصروف ونصرف بالبني يجي قرار ثاني هذا مهم جدا وهذا هو أخطر سؤال وواحد يجاوب عليه بالورقة والقلم قبل ما يدير أي جدول ما هي الأولويات الأساسية في المصارف ونقول أساسية من نمشوش للبرجوازية وعشان كان صاب برجوازي ما هي الأولويات الأساسية بش تجاوب على هذا السؤال ويسمحني الموارد قال يربط سؤال من أنت هل أنت رجل أعزب هل أنت أنت متزوج وعندك أبناء متزوج ما عندكش أبناء أبناء سنهم هذه كلها تربطها لماذا تجاوب لهذه الأسئلة ما تنساش كل المصاريف المرتبطة بالجواب أنت أنت متزوج وعندك ثلاث أطفال معناها ما هي المصاريف اللي ما تقدرش تنحيها بصح هنا هنا مربط الفرص هل ما تقدرش تنحيها بس كنت ضعيف وحبيت تطرفه ولما تقدرش تنحيها كنت تنحيها رك تمس في أساسيات أنك مثلا ما تاكلش ولا تريح في الظلمة ولا تريح في لما إذن لما تجاوب عليها تبدأ تحط في القيمة ما تدنيش الأمور أخرى خلاص تبدأ تحط ما هي المبالغ الموجهة لهذه هنا تجي النقطة شوف أني نمد في الطرق والأسئلة وهذه لازم لها تدريبة لكن هل نمد الصورة هذه ومن بعد إن شاء الله رب يقدر كل واحد يتدرب ولازم لها حصة ثانية ولن نديرها إن شاء الله لما تحط في المبالغ تقول نحط قيمة للماء ونحط قيمة للكهرباء هناك نتسير ثاني هل أنت من نوع اللي تحل الحنفية وتخلي الماء يسيل وتروح لك من 200 ألف اللي يطلبها منك ابنك في اليوم العشرين من الشهر هنا معناها سوء تسير هل أنت من نوع اللي تكون سومي الإلكتريسيتي بقوة لأنك رغم أنك ما تحتاج كل هذا إذن وش تروح تروح تبحث على النقاط اللي رأيتها كلك في أموال اللي أنت بغينا عنها النقطة الرابعة هل أنت عندك سيارة إلا عندك سيارة معناها عندك عقل تأمين معناها عندك مبلغ تأمين لازم توجد له يقول لا لا أنا ما نخلص تأمين إلا ما تخلص تأمين تروح للسجن إذن هذا من الأساسيات النقطة الثانية عندك الوقود أيضا عندك الوقود قال لا لا أنا ما ندرش وقود ما تعمرهاش بالماذا نتوقف سيارتك إلا شفت بلك يتوقفها وما تمشيش بها كل يوم ما تنضرش بزاف وتسييرك لعائلتك والناس قراب واللي يقرأ وقراب واللي يخدم قريب هنا ممكن هذه تكون سياسة وفي الخارج ديرين هالسياسة يقول لك أنا كلش قريب بسيارتي ما نمشيهاش كل يوم لكن إلا أنت من نوع اللي تنوض سيارتك وتريح الدور هكها من باب أنك الدور ما عندكش مقصد هنا نرجع للبرجوازية حتى ولو يكون عندك ما لحسب هالحساب ومباش تعرف ما هي الإضافة إذن تبدأ تحدد في القيم وتشوف هنا لما تخرج الحساب حددت الأساسيات راح نطرحه سؤالي في الحقيقة نطرحه في الأول لكن أنا حبيت نطرحه في الأخير باش ندير هذه الهيكلة البسيطة نديرها للكل ما هو المبلغ اللي طاح لك التحت إذا طاح لك 30 ألف دينار وإنت تخلص 20 ألف دينار وهذك من الأساسيات معناها زي تحوز تبحث وين تنقص مثلا تنقص إذا في شكل الأساسيات تولي تحافظ بقوة بقوة ممكن تلحق للشح على الماء على الكهرباء على البون الغاز تولي تحافظ على هذا الأمور تحافظ على واحد اللي تشري له أنه ما يقطعش هذا الأمر يستحفظ به معناها تجوز لأدوات أدوات كما يقولوا طربوية قال أنت سي ما تقطعش طبلية تاعك ضب بالراسك حافظ عليها حطها بالك رقصها المصمار يعني تجوز لهذه الأدوات لأنه على بالك وش راح تستقاملك أنت شريت طبلية لابنك ولا بنتك ماذا بك هالطبلية تشدك سنتين ولا ثلاثة شريت محفظة ماذا بها تشدك سنتين ولا ثلاثة يعني يلح تجوز لأدوات تربوية ولا تدريب باش تحافظ عليها إذا طلعت لك ملغم هذا وطلعت لك ثلاثين ألف دينار وإنت تخلص خمسة وعشرين ألف دينار معنى غير رحوز خدمة جديدة يعني كي خلل يعني يخصوك الخمسمائة ألف هذه الخمسمائة ألف إنسان يا إما يلقى صيغة وهنا نفتح قوس بعجالة الناس اللي يدير الخير وتحب يتعاون يقدر يتدنى لهذا الناس اللي هو مصروفه خمسة وعشرين ألف لكن شهريته عشرين أنا ما نعطي لهش خمسة وعشرين نعطي له هذه الخمسة ألف اللي تخصه على هذه الناس لما تعاون ما ترحش تشري له أموره في بيته ما ترحش تعطي له أموال فأكثر من اللي عنده يولي ترفهه ما وشرفه بماله ترفه مالك لما يرزقك ربي سبحانه ترفه مالك هذه النقطة إذن كي تحسب هذا الحساب تقول أنا نخلص ثلاثين ألف دينار وأساسياتي خمسة وعشرين كل شهر نحط خمسة ألف واحد يقول لك واش تدي لك خمسة ألف دينار شوف كين قاعدة سنة الله في خلقه يبدأ والغيثو بقطرة والغيث موش المطر أغلبة نقول لك المطر الغيث والمطر والغزير والمطر والغزير يبدأوا بقطرة خمسة ألف زياد خمسة ألف في عشر شهر ولا في طناشن شهر عندك ستين ألف دينار هذا ستين ألف دينار عندك حالة من الحالتين يا إما أحبي تترفها قالوا لا زيارة على الأبناء وزيارة على الزوجة ولا زيارت على العائلة ولا زيارت على نفسي مدة سنة وتاخد 30 ألف دينار تاخد عطلة غير تبدل فيها جو يا إما تقول هسي 60 ألف دينار نخليها للسنة 2021 وكل شهر رح نحي لك الخمسة ألاف بصح نزيد ألفين دينار ترفيه الأبناء دو قدير يا إما تخليها تدخرها وتلحق 60 ألف دينار لحد أخرى ممكن واحد يسقسين يقول لي بصحنا سما نزير أنت ما تتزير على روحك أنت تخبيت 60 ألف دينار وعندك 120 ألف دينار هذه البرمجة كلها نتكلمها لكن معروفة كلنا نعرفوها أن الحياة هذه فيها مفاجآت لما تجيك مفاجآة ما تتحلكش في فراغ رح تسقط على 120 ألف دينار ممكن تأكل لك 10 ألف دينار ممكن تأكل لك 20 ألف دينار ممكن تأكل لك 30 ألف دينار النقطة الثانية لما تكون متدخر وتكمل تسير بهذه الواتيرة صح رك تضغط صح ما عندكش ضغط هنا وما عندكش ضغط هنا لأنك مرتاح على بالك إلات قسط تروح تمس 120 ألف دينار وما تروح تمدي يدك لجهة ثانية لأنه لما تسلف المشكلة وانا راه هي يفورون بورسين إذن نعاود نذكر نتدخر ونصرف بالباقي مش نصرف ومبعد نتدخر يعني نقولها ونعاودها إذا تصرف والذكر ما يقضل ما راحش تتدخر يعني الوحدي هيأ نفسه يقول مثلا نخلص 5 ملايه يحب لي يخلص 5 ملايه يقول نخلص ربعة دليل على ذلك باللي ميش كفاءة مالية كي الناس متخصين نتكلم لك عن واقع متخصين في المالية سيدي فينسي والله ما يقضل يروح الخوه لمصر تلقى المصر هذا يخبي 200 ألف في الشهر يقوله كيف يشك تخبي يقوله ننساها عبك كلمة ننساها هذه روفقها في المالية إذا النشي اللي قلت 100% قال أنا ما عبيش زيار قال أنا نخلص 4 ملايه نرس ماشي 5 ومبعد يلش تروح كسرفت بزال قال لا لا نزيد قم نخلص 4 السؤال ممكن اللي يطرح نفسه ما هي المدة اللي نطبق فيها هذا الأمور ما هي المدة مدة سنة مدة سنتين مدة ثلاثة هنا تقولي من أنت هل أنت عندك عندك سيرة ولا عندك عندك نظر أنك رح رح في الخدمة تاعك من على سنتين توليس تخلص 7 هذه الأسئلة كلها تجاوب عليها يعني لازم أسفل سامحني أسفل لازم قبل ما أحد ما يطبق حاجة يحاولي جاوب عليها لازم يرد عليك على التساؤلات أنا أطرحت التساؤلات الأساسية وكان أمر مهم وحد ما يقول لك على بريب الحسابات وران في راسي يا حبيبي شد جدول واكتب فيه أكتنسى تكتب هذه تنسى هذه النقطة الثانية والخلاصة لهذه أنه هذه المبالغ اللي حددتها قيم ما تخليهاش فيه ظرف واحد قسمها على أظرفها قال هذا ظرف الكهرباء هذا ظرف الماء هذا ظرف الأساسيات اليومية الخبز والحليب وغيره مثلا هذا ظرف مثلا تعطى بيب ولا تعال لأخر قال هذا الشهر ما امرضناش الحمد لله ما امرضناش وش ندري عليها نحي الظرف لا لا نزيد عليه هذا يعني ضبر ادخار ثانوي غير الادخار له ولي درته حتى تلقى سوف يجوش تقوله تقوله بالك ما تدوش وتخرج باش ما تمرض ليش على الأقل نربحه مصاريف الطبيب ومصاريف الدوا إذن وهي مش إذن المبالغ تقسم على أظرفة والأظرفة مثلا ظرف الكهرباء ما يتفتحش يتغلق حتى تجي الفطورة ولا أظرفة في كل أربع عدنا أربع أسابيع في الشهر في كل أسبوع ظرف واحد هو كد طرحناه في الحقيقة هذا الطريقة تعل الأسابيع وهي طريقة إنجليزية على بك الإنجليز يخلصوا بالأسبوع ويصرفوا بالأسبوع ورأيني جاي في النهاية أنه الأظرفة هذه ما تكون الشهرية هذه الأظرفة تكون أسبوعية واحد مش أسبوعية بس كدارينها للإنجليز لما تخفق في التجربة الأسبوعية ما خفقش في شهر خفقت في أسبوع وبالتالي تستدرك قولنا خفقت في الأسبوع اللول يعني الضياف يجو برزقهم لكن هم جوك الضياف وكرمتهم وصرفت شوية زيادة تقول ما عليش حنا يقع كلنا عشنا في بحبوحة شوية هذا الأسبوع عندي ثلث أسابيع باش أستدرك هذيك الميتين الف زيادة نقسمها قال أستدرك باش ما نمش للدخار يعني للدخار تمسوا لما خلاص راح تدخل في الجدار وبالتالي وإلا قدرت نمشها بالأيام أحبذها لكن أركز برك على المصاريف تاع الكهرباء والماء والغاز ميش مصاريف شهرية هاي مصاريف ثلاثية الشهر لكن انت توجد لها بالشهر كنت تخليها حتى الثلاثية الشهر رأيت غلبك إذن قال أنا شعال موال في جيني الكهرباء قال مثلا ثلث مئة ألف ثلاث ألف دينار راني رخصت شوية على حساب واش عندك إنت شكون شعال عندك غرف المهم قال ثلث ألف دينار بلك ليس سمعوني ومعجبهمش الحال إيه نفرض ثلث ألف دينار كل شهر تحط مئة ألف ما تخليش حتى اللي روحك دائماً لغيته بقطرة ما تخليش حتى اللي تقود تلتشهر وتجب التلتشهر إلا شوف إلا خليت تلتشهر وبديت تتحوس من تجب التلتمئة ألف معناها ماكش دير أظريفة معناها ماكش دير برنامج إذن الأسئلة الإجابة على الأسئلة نتضخر وأصرف بالليبقة الأظريفة ممكن تكون أسبوعية وإلا قدرت من ذاك الأسبوع يتحولوا إلى أيام خاصة في المراحل الأولى تح هذا التسيير رح يكون إخفاقات ولما تخفق لازم يكون عندك الوقت بس تستدرك الإخفاقات وتسير الباقي من المال بس ما تمشي هذاك للدخار لما يلحق لك للدخار مستوى معين انت اللي راضي عليه قال يا جمعة رح نحيذان برسم للدخار نعيشوا في بحبوحة مدة تلتشهر أتوك للاربي سبحانه وهذا أمر تسييري ما رحش أنه تدخلوا في رزق ربي سبحانه لكن الله سبحانه وتعالى يرزقوك من حيث لا تحزق ما كانش في حساب لا تدخل عيش أبنائك وعائلتك في بحبوحة لأنه البحبوحة تخليهم يتقبلوا هذاك الضغط التسييري تاعك اللي عنده أهدافه أنك تواجه تواجه المفاجآت ومصعب الدنيا مبارك الله وفيك أستاذ جزاك لكم لكل ما تفضلت بالمشاهدات يمتعقى إن شاء الله الأصبر المقبل إن شاء الله لكنا في العمر البقية إن شاء الله بارك الله وفيك إذن مشاهدنا لك الخبير الاقتصادي لأستاذ عبد الرحمن بن يمينة تحدثنا عن الاتخار وكيف ربما هكذا أعطنا بعض النصائح كيف يستطيع المواطن الجزائرية الاتخار ولو القليل من راتبه الشهري أما الآن ندعوكم لمشاهدة هذا الروبرتاج من توقيع زميلة ناسي هم أدي هم طلبة في القسم النهائي من التعليم الثانوي جاءوا لأخذ تكوين في ثقافة التخطيط والتدبير لتحديد رؤية تساهم في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم لبناء مستقبلهم فبين شخصية ترسم خطة عمل مدروسة وواضحة المعالم وأخرى ارتجالية عشوائية تختلف الشخصيات وإن كانت الغاية واحدة أنا الآن مقبل على شهادة البكالوريا وفي بداية سنة وضعت مخطط أو برنامج لتنظيم الأوقات وقت الراحة ووقت الدراسة وقد تحصلت على نتائج جيدة باستخدام هذا البرنامج هي كل شبسيشيكة لازم تبدأ هي أروح كمورانمون ولازم اللون توراشتاع كي تعرف تخلص صحابك تعرف كيف تستعامل مع الناس كيف توجد روحك هي كامل تقنيات أحيانا أقوم بتخطيطات لكن لا أحسن مزاجي أحيانا مزاجي يكون رائع أحيانا من الدراسة أكره من الأعمال الشغب أحيانا في المدارس يكون هناك مشاكل عديدة أرجع للميت ملحكة يعني لا أستطيع أن أقوم بشي أحيانا أطبق مخططي أحيانا لا يعني أحسب مزاجي أحيانا ما زي يكون متعاكرا جدا لكن في صراحة أن أحيانا عندما أقوم بمخططات لا أصل نتيجة من سمات الشخصية الناجحة أن يضع المرء لنفسه هدفا محددا وحسب الغايات المراد تحقيقها وفي أجل معامل وذلك إلا بوضع خطة مضبوطة جوانب تلميذة رحضناهم في البكالوريا كانوا يحدد هذا الجزء يقول لك بلي الفصل الأول يعني راح ندير هذا الشكل فصل الثالث نلقاهم نجاح نتاحهم كان يعني جيد أما النسبة الأخرى نلقاهم دائما نلقاهم يدوروا في نفس الفرق اللي هو عدم تخطيط عدم الرؤية الواضحة عدم نظر المستقبلية المشرقة هذا هو دائما يساعدهم كان يطبطهم باش يكون عندهم نجاح كبير التخطيط هو رسم المستقبل ذهنيا ووضع خطوات الفعالة لتحقيقه أهم المفاتيح طبعا هي التوكل على الله سبحانه وتعالى في البداية ثم بعد ذلك وضع خطة فعالة هذه الخطة لها طبعا شروط أساسية أهم شيء هو أن يقوم هذا الشخص بتشخيص بيئته الداخلية أي أن يعرف ما هي نقاط القوة التي يمتلكها ثم بعد ذلك يعرف ما هي نقاط الضعف التي يمكن أن يطورها وتصبح نقاط قوة بعد ذلك يذهب ويجيب على سؤال آخر مهم هو تشخيص بيئته التي يعيش فيها أي ما هي الفرص المتاحة التي يمكنني أن أعيش أن أنجح فيها أو تساعدني في النجاح وما هي التحديات التي تمنعني من النجاح وكيف يمكنني التغلب عليها مواقف عدية وخطط محكمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تتضمن أهمية التخطيط الاستراتيجي لنسأل العبرة قصد تنظيم حياتنا وكيفية استغلال الوقت وإدارته بإتقان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة في دقة التنظيم والتخطيط المحكم في كل مراحل دعواته الإسلام أعطى أهمية كبيرة للتخطيط ولدينا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في الأعمال التي كان يقوم بها في الهجرة عندما هاجر وضع خطة للهجرة يعني وضع مكانه مثلا في نومه في فراشه وضع علي بن أبي طالب استعانى بدليل استعانى بالمؤونة كانت أسماء ابنة أبي بكر تحضر له الطعام في غار حراء مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذلك الإسلام أعطى أهمية كبيرة للتخطيط مثلا من خلال الآية التي قال فيها الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير طبعا استعداد كيف يكون استعداد يكون للمستقبل الآن نستعد للمستقبل استراتيجيا بمعنى بعد مدة طويلة لا تقل عن ثلاث سنوات غرص ثقافة التخطيط لدى الشباب تعد من بين أهم العوامل المساعدة على التذليل الصعاب والنجاح والتميز في مختلف ميادين الحياة إذن عدنا لكم مشاهدنا من جديد نشكر زميلة لويزة دغال على هذا الربروتاج الذي تمحور حول أهمية التخطيط في حياتنا اليومية مستمرين وإياكم بمختلف فقراتنا وأركاننا وصلنا بكم مشاهدنا للأكارم إلى ركن قرأت لك لكن نذكركم أنه أركان ومبادئ هذا الركن هو كل ما يقدم في هذا الفقر من أراء تخص طبعا زميلة إيمان أكسيل وليست ملزمة على أحد الأمر الآخر أن عرض هذا الكتاب وكل ما فيه من نقاط لا يعني عن قراءته والأمر الثالث أن هذا الكتاب أو فقرة قرأت لك تأتيكم حرصا من قناة القرآن الكريم وحرصا من الزميلة إيمان أكسيل يعني حتكم على القراءة وخلق هكذا مجتمع أو مجاهد متطلع وأخيرا هناك مبدأ سنه العقاد قديما يقول اقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي لنحن نكتسب حيوات كثيرة من خلال القراءة لهذه الكتب زميلة إيمان أكسيل بعد هذا الفصل البصير الشمس في حسنها أشعاتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء إذن بسمكم جميع المشاهدين دعوني أرحب المتألقة دائما الزميلة إيمان أكسيل سبع الخير إيمان ويومك سعيد موفق إن شاء الله يومك سعيد في الله أهلا بك مبارك لو فيك إيمان ربما لك العادات دائما تنورينا بحضورك أول شيء بالكتب اللي جي بهنا اليوم إن شاء الله حينتكلموا على كتاب اللفه هو وليد طه عشور يعني الولع بالكتب والهوس بالقراءة نعم لابد أن نتحدث عن أهمية القراءة وأهمية هذه الزاوية الغنية هذا الينبوع الذي يجب أن يكون في حياة كل شخص منه زاوية القراءة أو المكتبة يجب أن تكون في بيت كل واحد كل فرد منه المكتبة الصغيرة يجب أن تكون أثاث لا غنى عنه لا استغناء عنه في بيت كل واحد منه غرفة القراءة وطقوس القراءة يجب أن تكون دائما حاضرة في بيوت كل المشاهدين الكرام الولع بالكتب والهوس بالقراءة لوليد طه عشور هو الكتاب الذي اخترته اليوم نظرا لأهمية هذا الموضوع كيف لنا أن نفهم من يقرأ كيف لنا أن نحفز أنفسنا على القراءة هي عملية صعبة نوعا ما في الكبر هي عملية ترافقنا منذ الصغر هي هواية هي متعة هي ميول ربما ليس كل الناس يقرأ الكتب ليس الكل مهتم بهذه الهواية وإنما هي ميولية أمه وإنهمه وهو شخص وتصبح مستقبله أيضا لهذا الشيء حبذت وأردت أن أقترح هذا الكتاب الذي يجيب عن العديد من الأسئلة مثلا لماذا لا نقرأ ولماذا أمة إقرأ لا تقرأ ربما الكلمة الأولى التي أنزلت في القرآن الكريم إقرأ الكلمة الوحيدة التي ردد ثلاث مرات لماذا هذه الكلمة المنزل ربما لأهميتها وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجذب انتباهنا بترديد هذه الكلمة ثلاث مرات للأمة جمعاء لأهمية هذه الكلمة أن نبدأ بها أي شيء ربما هي البداية لأي شيء ربما هي بداية المعرفة بداية العلوم بداية حياة جديدة بداية كل شيء إقرأ إقرأ حتى يكون التغيير الرسالة المحمدية بدأت لتغير وجاءت لتغير حياة الإنسانية جمعاء في هذا الكتاب ربما يتطرق الكاتب للعديد من الأفكار ربما يروي لنا تجارب بعض العلماء والأدباء في الكتابة وفي القراءة أيضا يعني العرب والغربي العرب وغربيون أيضا عالميون أدباء وعلماء عالميون أمثال أغاتا كريستي أمثال تشارل ديكنز طه حسين نجيب محفوظ كبار الكتاب والعلماء يتحدث لنا عن أهمية المكتبة يذكر لنا أم المكتبات بالإسكندرية تلك المكتبة التي واكبت العديد من العصور وتطور العلوم وللأسف أحرقت العديد من الفروع منها وضاعت من أيدي الأمة العربية يروي لنا أيضا الكاتب عن هواية جمع الكتب وهوس جمع الكتب أيضا يتحدث لنا كيف تطورت هذه الهواية لتصبح الآن ما يعرفه بعلم المكتبات علم المكتبات الذي يدرس في جميع الجامعات العالمية والعربية وحتى في جامعة الجزائر هناك اختصاص تخصص اسمه علم المكتبات أيضا نتحدث عن بيبيو مانيا هوس جمع الكتب وهوس تكديسها بين السلبي والإيجابي لماذا يجب أن نجمع الكتب؟ هل يجب أن نقرأها؟ ربما قراءتها أفيد من جمعها فقط وفي الفصل الثاني يتحدثوا عن القراءة قالوا عن القراءة يتحدثوا عن قوانين القراءة أهمية القراءة الطقوس والعادات للعديد من الكتاب والأدباء والعلماء أيضا كيف كانوا يقرؤون كيف أصبحوا يكتبون عندهم طقوس وعادات معينة حتى يقرؤون ربما الغرفة المظلمة ربما فنجان القهوة ربما اللجوء إلى غرف معينة لعصور قديمة حتى يستلهموا من تلك الأجواء وتلك الأحاسس ما يكتبونه سواء من روايات أو من قصص خيالية أو حتى في العلم أيضا في الفصل الثالث أيضا يتطرقوا إلى كيف كان العرب يكتبون وكيف كان الغرب يكتبون أيضا بعض الطقوس تخص الكتاب العرب ربما العديد منهم يحكي لنا أيضا عن تجاربهم وعن حياتهم كيف كانوا يكتبون وفي الأخر يتطرقوا إلى العلاج بالقراءة أو بيبليو تغابي كيف نعالج بالقراءة هناك العديد من التجارب يروي لنا الكاتب عنها في هذا الكتاب كيف يمكن للكتاب أن يغير من نفسية الشخص من الأسوأ إلى الأحسن من المرض كيف يمكن العديد من المرضى وأنا مررت بهذه التجربة عبر أحد قريباتي إحدى قريباتي كانت مريضة كانت مكتئبة وتعاني من العديد من المشاكل النفسية ربما وخرجت من تلك الأزمة بفضل كتب تنمية البشرية وكتب طريق إلى الله وبعض الكتب الأخرى تحسنت عافيتها وأصبحت شخصية إيجابية شخصية ربما تميل إلى التأمل وتميل إلى الأمل أيضا بلك الله فيك النقطة ربما اللي لفتت انتباهي هو أن الفلاسفة إحنا كبشر يعني كناس عاديا ربما يعني عدنا الورد اليومي ربما نذكر في الصباح من الأذكار لكن في هذا الكتاب نوه الكاتب أن الفلاسفة كان وردهم اليومي وصباحا واللهما رزقنا كتابا نافعا كان هذا هو دعائهم يعني تكلم على النقاط مثل هذه تكلمتي أنه إيمان قلت أنه كتابة الكتابات العرب وكتابة الغربيين ربما العام المشترك لكل طقوس حسب الثقافة حسب الحضارة وحسب الاستعدادات الاجتماعية والثقافية التي ينتمي إليها أيضا كل كاتب عنده طقوس معينة مثلا فكان يكتب طه حسين ويسألون عميد الأدب العربي طه حسين كيف كتب ستين كتابا لم يقرأها ماذا قال طه حسين أنا لا أكتب وإنما أملي كان يملي على سكرتيره الخاص يملي ولا يكتب لا يكتب بالقلم وليس لديه أوراق مكتوبة بخط يديه بالعكس كان يملي على سكرتيره ولا يعود إلى تلك الفكرة مرة أخرى أيضا هناك بعض كين نجيب محفوظ كان يستمع إلى الموسيقى ويمشي كين جمال غذاني يكتب في بيت معزول في قرية ما هناك أيضا أميمة الخميس كانت تربط من عطور موجودة في البيت كل له ما كان يلهمه كل واحد فيهم كانت حاجة تأثر عليه أنه تخليه يكتب هناك ما كان من كان يكتب صباحا هناك من كان يكتب في الظلمة ليلا هناك من كان يكتب يلجأ إلى سفح جبل يكتب في الطبيعة كل له طقوسه إنما هذه الطقوس ولدت أشياء وأفكار وكتب رائعة نستمتع بها هذا الكتاب يلخص لنا العديد من التجارب يجعلنا نتجول مع العديد من الكتاب والأدباء يجعلنا نتعرف عليهم نتحدثنا نتعرف خصوصاتهم كيف كانوا يعيشون تلك الأجواء الرومانسية الهادئة التي تجعلنا ربما في هذا العالم الملئ بالفوضى الملئ بالأدباء ملئ بكل ما هو ساعة ربما يجعلنا نشتاق لتلك الأجواء التي هي راحة بارك الله فيك إيمان ربما أنت تتكلم عن الكتاب والقراءة أنت من الناس اللي يقرأوا كثير الكتب ربما ما هي كثيرا لا أقرأ كثيرا وعندما أحتاج أن أقرأ ما هي الطقوس لكي أحتاج تقرأ اللي يقرأ أفضل أفضل جاهد وهذا هو هدفنا من هذه الفقرة وهذا الركن أنه نشجع على الهوس بالكتب والشغف إلى الكتاب لا نقرأ كل ما نجده ربما يجب أن نقرأ لنستفيد مما نقرأه ولا نقرأه حتى نملأ وجداننا بالكتابات كتابات أخرى ربما نقرأ أنا شخصيا أقرأ ما يهمني أقرأ ما يهم حياتي اليومية كأم كزوجة كصحفية كامرأة كشرقية عربية مسلمة أقرأ كل هذا ربما أقرأ حتى ألم لي ما أجزب لأن كل إنسان هو عبارة عن فسيفساء كل جزء ربما تجذبه وتلجأ إليه من جهة ما القراءة تساعد كثيرا على لملمة هذه الأجزاء حتى يكون الشخص على الأقل كاملا نسبيا نوعا ما خصوصا مثل هذه الكتب ليكون عادة صفحاتها صغيرة 192 صفحة واحدة يقدر يأخذها معاه في يكون ينتظر عند الطبيب في المطعم في المطار ربما تساعده نعم مكيد الكتاب لجب أن يكون مرافقك الشخصي لكل منا مرافقه الشخصي فالأفكار يجب أن تبنى على أساس صلب وربما حتى تكون فيها فائدة للجميع إن شاء الله بارك الله فيك إيمان تلقى إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله مع كتاب جديد ربما نتمنى أن تعم فائدته على جميع مشاهدي قناة القرآن الكريم إن شاء الله شكرا لك في الله شكرا لك بارك الله فيك إذن مشاهدين على كارم كانت هذه الزميلة إيمان أكسيل في ركن قرأت لك نتعكم الآن هكذا للاستراحة قليلا للاستماع لهذه الوصلة الإنشادية ولن عودة بعد ذلك إن شاء الله إليك إله الخلق أرافع رغبتي وإن كنت يا ذا المني والجود مجرما تعظم لي ذلبي تعظم لي ذلبي فلما قرنته فلما قرنته بعفوك يا رب بعفوك يا رب بعفوك يا رب كان عفوك كان كان عفوك أعظم العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو يا عادي لي لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله سر البدا مجلاه ثم الجال معناه سر البدا مجلاه ثم الجال معناه ما في البرا يا طران ما في البرا يا طران إن حققت إلا هو هل عبد لي مولاه لا يعرف إلا هو هل عبد لي مولاه لا يعرف إلا هو يا عادي لي لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله يا أهل الله يا صحبة الصالحة واللي نظركم حشايخي واللي نظركم حشايخي ويلا تنظروا لي نظر صالحة ويلا تنظروا لي نظر صالحة ويلا تنظروا لي نظر صالحة إخضار عودي وجناني طيب إخضار عودي وجناني طيب يا أهل الله يا أهل الله يا صلحة الصالحة يا أهل الله يا صحبة الصالحة واللي نظركم حشايخي واللي نظركم حشايخي آه الجزائر في اسمه مثل القمراء والله مطرر بيع رحمة للحيين فيها الخير كثير موجود بكثرة ما نحتاج نجيب من بلدان أخرين فيها رجال بطال جابتهم حرا بالرجل والنيف راه معرفين يا ايا يا ايا انا وطني في اسمه مثل القمراء والله مطرر بيع رحمة للحيين فيه الخير كثير موجود بكثرة ما نحتاج نجيب من بلدان أخرين أنا وطني بسمه مثل القمراء والقرب البيع رحمة للحيين فيه الخير كثير موجود بكثرة ما نحتاج نجيب من بلدان أخرين تعي وردان فاتحة بيضة خضرة علمي رفرف في يدينا فرحانين تعي وردان فاتحة بيضة خضرة علمي رفرف في يدينا فرحانين ويبعد الأشرار واللي غدارا ويعم السلام قولوك آمين إذن مشاهدين الأكارم نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم هذه الوصلة لإنشادية التي اخترتها لكم زميلة أميرة المتألقة دائما وصلنا بكم إلى ميس كالخدام كالعادة مع الشاف صليحة بسكريل اليوم سوف تعلمنا كيف نجود بالموجود كما تقول هي دائما سوف نتعلم لكل السيدات أو لكل واحدة يهمه أن يقوم بحمية غذائية سوف تعرفنا على بعض الوصفات المتألة الأولية فيها هي السرق سبع الخير شاف صليحة صباح النور لها سبيلة فلا إلا دائما أقول صباحكم نور وقرآن صباحكم بر وإيمان صباحكم دائما معطر بذكر الرحمن من هنا من قناة القرآن صباح النور صباح السرور لك فلا ولكل المشاهدات مشاهدات هذا الركن المميز بكل وصفاته الاقتصادية نقدر نقول المناسبة للتمشى دائما مع الخضعاء والفواكه الموسمية اليوم عدنا طبق طبق بخضرة ولا نقدر ننقول نبتة ولا نقدر ننبر؟ نس중ل الناس اللي يتبه حمية ناس اللي يتحوسئ على الصحة الناس اللي يتحوسئ على الرجيم ناس اللي يتحوس judgement كله في هذا الطبق كما قدرنا الأسبوع اللي جاز طبق سحي ولكن هذا لا يمنعش أن ندير طبق صحي يحتى الضيعف اللي هو السابانخ ولا السلق سنذادي له طاجتين تع السلق نحندي له أيضا مقبلا تع السلق تابعوا معنا كامل المشاهدات بالنسبة لهذه الوصفة فقط من كمية قليلة فقط على صدر الدجاج كما نستغنى على الجاج فقط عندي زجر بطاف تاع السلق ولكن السلق نضيف فقط الأوراق الأوراق تاع زجر بطاف تاع السلق نشدوهم فورو ولا يغلو مدة عزوج تقايق ثلاثا نعصرها مليح الماء ونضيفها هنا نحتاج كاس تاع الروز هذا السلق راهو في بول نضيف كاس تاع الروز هذا الروز نكون غليته شوية بالملح أيضا نضيف ربطة تاع القصبر وربطة تاع المعدنوس كمية قليلة تاع السلق تاع الجاج يكون مطحون عندي أيضا هنا سنية تاع الثوم وكمية تاع بصل يكون خضر يعني حبة تاع بصل يكون خضر تكون قطعتها صغيرة عندي أيضا التوابل ملح فلفل لكحل عندي زنجبيل عندي الكمون والقصبر اليابس والمطحون دائمين حتى التوابل نختارها صحية أيضا نحتاج عصير تحبة ليمون دائمين نتاع الجاج نتجيناش في شوية لازم له حاجة اللي تطيله طراوة وزيت تبنن في الوصفة هذي أنا اخترت تحبة انتاع عصير الليمون كامل هذا المقادير نعجنوهم مع بعض مع القصبر مع المعدنوس أصدرته على الجاج كاستاع الروس وأيضا زجل بتاع السرق تكون يغليته وعصرته مليح مليح من الماء ولكن هذه الأوراق هنا نعجنوهم كامل مع التوابل ونحط عليهم عصير الليمون وندير لهم أيضا حبة التاع البيض نعجنو مليح 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 الخارج إليش توجاني طريب زيادة ما عليش نضيف له كميات على شابلو ندير كويرات كما نكورهم من بعد هنا نفورهم هنا يلعب الدور الصحي في الطهي نديرهم يفوروا خاصة الناس اللي يعانيهم الكوليستيرول عندهم أمراض القلب الناس اللي حوسوا على الرشاقة يعني دائم نلقى يعني فرد من أفراد العائلة ندلوا أكل وحده ولكن هذين ديرها أكلة كامل الأفراد العائلة هنا نحطهم يفوروا اللي بيتي فيهم صلصة تفوريهم ولا يحب بيتي الصلصة أيضا ديرهم يطيبوا في مارق أبيض بالحميصة والبصلوركم تعرفوا المارق الأبيض يحب يعني نكهة قوية هنا تعطيلوا حقه في هذه كلها النكهة سواء بالزيتون ولا حتى بالحميصة مارق أبيض طيبهم هنا بالمارق ولا طيبهم يعني تفوريهم ولا طابق للشباب هنا يبدأ عندي ثلاثة في واحد إلا حبيتهم كطابق يعني للشباب ولا مقبلة هنا وش نديرو كما راكم تشوفيهم هنا الوصفة الثانية بعد اللي تكوني كورتيهم توجدي خالة تاعة التوابل ونقول التوابل نضيفها اللاشعبلوغ كي يكون عندي حاجة رايحة نحمصها ولا نقليها في الخبز اليابس المطحون لازم لي نكهة تاعة توابل قوية هنا عندي فلاشعبلوغ نحط الزعتر نحط الفلفل لكحل نحط قصبر يابس أيضا مع بنوس يابس وكانين يعني توابل هذي يبسا ونحط عكري نحط الكركم الزنجبيل والكمون والفلفل لكحل كامل هذو كي ما راهم نحطهم على شابلوغ نحط الكورات تاعي في البيض بعد نرمدهم في الشابلوغ ونحطهم يتقلوا يعني فيه طنجره ولا فيه كسرونه حتى يدوء هذا اللون كي ما راهم تقليهم مباشرة تحمصيهم في الفرن تفوريهم ولا طيبهم في مرق كل هذا الأكلة تقدري تخرجي حتى الربعة في واحد ماشي حتى ثلاثة في واحد للشاباب الناس اللي يتبعوا يعني حمية ولا حتى الناس كبار في الدار يحبوا المرق يحبوا هذا الحبايج تعل حشاوش ولا حتى أيضا لضياف وأفرد العيلة يديني مرق أحمر يعني طيب اشتتحة تاعي تاع الجاج حمرة بالحميسة سواء كان عندك طرف تاع الجاج ولا حتى بهذا العظم اللي نحيتهم صدر تاع الجاج وديني مرق أحمر يعني اشتتحة حرة وديني لي بولا تطيبوا الداخل ولا مرق أبيض ولا محمرين في الفرن ولا تقليهم أيضا للشباب يعني عندي ربعة في واحد للضياف ولا الأفرد عائلتي كما كانوا فقط من السلق راح الوقت انتاعه وهذا هو بدات يعني نلقاه على الأرصفة نلقاه يعني في المحلات نلقاه إلى ما شريته راح يجيك يعني كمراكة هدية هنا إن شاء الله فقط ديلوا هذه الأكلة وتطيبوا الكمية وفيرة جدا ولكن التكلفة قليلة جدا وهذا هو دائما هدف البرنامج أكلات صحية وتكون اقتصادية زميلتي فلا يبدو يعني غصتي يعني في الوصفة يعني فاشاء الله وصفة شهية جدا يعني باش تحصلت على هذ اللون يعني أحنا هذي فقط منك هاتة التوابل اللي درناها للخبز بيتعطيلك اللون يعني جميل وجيك ببنين لازم لك دائما نتكلم عليها في البرنامج أن نتبل بلاشابلوغ انتاعي تبليها بالأحشاب وحتى بالتوابل اللي عندك في الدار أي حاجة راح تقليها يعني في بلاشابلوغ ديلي هذا الطريقة وبعد لي تكملي يعني تغرب ليه وديريه في الكونجيرات يعني في المجمد وتخبيه تحتفظي به الحاجة وحده أخرى أما بالنسبة للطبقة هنا راه هم فور راه هم جمر راه هم طيفيش تتحى بيضة تتحى يعني حمرة ذوك هنا تولي للسيدة وتدور انتحى وتقسميهم على حساب أفرد العينة للشباب ناس كبار في الدار يعني الشيخ والعجوزة ولا الأب والأم ولا حتى الواحد يتبع حمية في الدار كل واحد يعني يعرف المريض اللي عنده في الدار ولا الصحة ناليمة لان طيبهم في ملق أبيض ولا تعكركم ولا أحمر ولا مفورين هنا نقصوا شوية من هذك القغا ولا اليدام ولا الوصافات اللي تكون فيها بزاف يعني الجبن ولا تكون أيضا فيها بزاف دهون ونروح نمشي لهذا الوصافات تقوني بنينا بنينا يعني بل بزاف وخفيفة وتكون مناسبتها أيضا لضيعة فإن شاء الله برك تجربوها كما درنا التاع الأسبوع اللي جالس إن شاء الله يقدروا حتى ربما تكون هكذا كنشبة مع سلطة أيضا تقدري هنا كمقبلة مع سلطة مثلا مع روز أبيض تقدري مع عجل مثلا مقارون تكون يغليتي يعني طريقة تقديم هنا تلعب دور على حساب أفراد العيلة وش يحبوه ولا وش تقدر السيدة في أفكارها على بالي كله لكنا مبدعات وتخرجوا الطابق في أطباق حتى إن شاء الله بالتوفيق لكل الأخوات ونبعدوكم أيضا بوصفات أخرى لتقدر تكون صحية واقتصادية أعداد لحقا فهذا الركن المميز باركت لو فيك يا شيف ربما فقط على المدى الأولية هي السلق تكلمنا عن السلق ربما فيه فوائد كثيرة يعني الناس كلهم يعرفوها المواطنين يعرفوها لكن تقلت يغلوا كان يفوروه كان يحبوا يغلوه برأي الطريقة اللي تكون والله في زوج تمشي ما ممكن نغليه ندير كمية قليلة فقط تعلمه ولكن المالي نعصر منه قدر ندير به مارق قدر نعجل به الخبز فيه يعني فوائد أيضا عدات قدر تستعمله في الشي اللي حبيته يعني ما متغليه يعني هذا المالك اللي يبقى في الهدو حتى المال تعسق بزاف بنين يطيلك لون للخبز يطيلك لون للمرق أيضا لون للعجائن يعود تديري فيه صلصة تعالعجائن يا شب صالحاتكو دائما الجديد أول مرة نسمحها والله المتع السلق أيضا والمتع الخبز هذا هو الوقت نتاعه تستعمله بزاف الخبز تعجني بيه الخبز المطلوع كسرته عدة تعطيه لك واحدة طعم يعني حتى تعالأمهات تعزمها ومتع الأمهات والجدات يعني ما يرميوش المتع السلق والمتع الخبز اللي بيها أيضا المالك يعني هاد الوصف يقدرش يعاوضها بالخبز تولي وصفة ثانية يعني تولي وصفة غير تدخل يعني تنقص من هالوصفة تلك السلق شفقنا الوقت لو نذكر فقط المشاهدين باختصار الوصفة باختصار مكاش مشكل زي مكتفوا لو كل المشاهدات قلنا هاد ليك خوكات تعفون تعال السلق قادرة نديرهم مرق قادرة نديرهم مناشفين زوج ربطات تعسق انا قلت زوج ربطات تعسق انا قلت زوج ربطات تعسق للدفاقة الاوراق الاخصال نديرهم حاساء ولا حاجة واحد اخرى ايضا بالنسبة الاضافة اللي درنا هذا تصدرتها على الجاج مطحون درت ايضا كاستع روز يكون طايب درت قصبر ومعدنوس مقطعين سنينة لتع الثوم ودرت توابل درت في الاول عاصير حبه ليمون ملح فلفل لكحل كمون قصبر يابس ومطحون زنجبيل وعندي ايضا نخلطهم كامل مع بعضهم ونعجنهم بحبه بيض بحبه بيض واحدة جاني الخالي تاعي شوية جاني ما عليش لانه استرق فيه كميات علماء نضيف له كميات على شابلر ندير كويرات كبار صغار دي سيقار الشي اللي ريحكم ونكون طيب مرق ابيض او مرق اصفر بالحميسة او مرق اصفر بالكركم او مرق تماما نفوره بيكسكاز بالنسبة الى حبيت نقليهم كي مراهم نرمدهم في خريط الخبز يابس محمص ومطحون هذا الخبز عمري نديره كي مراه الخبز دايما نحمصوه نطحنه ونتبلوه نديره ثوم غبرة غبرة ملح كمون العكري الكركم والزنجبيل والقصبر يابس ومطحون نخلطهم كامل مع بعضهم نزيت حتى الى فتع الزعتر يابس او كان قصبر يابس ايضا احشاب كان معدنوس يابس ونرمدوهم في البيض ونقليوهم هذه هي كانت وصفتي لكم الانهار اليوم ان شاء الله تجربوها فقط ما تنسوناش بدعوا بالخير وإلى الملتقى القادم بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك شاف وعلى كل ما تقدم به للسيدات ان شاء الله تميزها الحسنات وكنت لقى ان شاء الله الأصبر المقبل بإذن الله بارك الله فيك اذن مشاهدنا الاكارم وصلنا الى نهاية عددنا لنهار اليوم ضحانا ينتهي وقت الضحى لم ينتهي بعد اقتنموا الفرصة للصلاة على الاقل ركعتين تقبلوا تحياتي تحيات الطاقة ما الذي خدمكم في هذه الصباحة سودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله بحسنها اشعتها مثل ابها حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياها علينا ضحى تغذى النابات على ضوئها وينعم بالدفئ كورا فمن ذا براها وأعلى سماها وبث ضياها بوقت الضحى هو الخالق القادر الواحد فمن ذا له في الضحى ساجدوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة